هنتكلم على كل القضايا زي ما قلت لحضراتكو يعني تابعونا وحتلاقي إن شاء الله محتوى أكتر من رائع ويا محاسن الصدف احنا كمان على أبواب مباراة كبيرة جدا 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 على مستوى الشعبية على المستوى الجماهرية عندنا مباراة إن شاء الله بكرة مع فريق نادي الزمالك في الدوري وزي ما قلت لحضراتكو دائما وأبدا مباراة النادي الأهل والزمالك بيشاهدها ويتابعها الملايين مش بس في مصر ما زال حتى على مستوى الدول العربية لست كمان المصريين المتواجدين في الخارج زي كانت في أمريكا أو حتى في كندا بيتابعوا هذه المباراة لإن دايما وأبدا مباراة القمة ما بين قدبيا الكرة المصرية النادي الأهلي والنادي الزمالك الحقيقة أنا عايز أخذ قبل ما نخش هنتكلم طبعا في النيات و هنتكلم في إحصائيات وأرقام وواوا كل ده هنتكلم فيه بالتبصيل ولكن كمان عايز أقول لحضراتكو الأهم في هذه المباراة دايما بنتكلم على ما أهمية مباراة النادي الأهلي والزمالك بعيدا على المستوى الفني والنقاط والدوري أنا في اعتقاد الشخصي دي نقطة مهمة جدا أن نحن نشتغل على هذه المباراة في محاولة في محاولة و لازم يكون في محاولات لتحسين يعني الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي على تحسين الصورة للجدل الذي يثار بعد وقبل المباراة في شكل لا يليء باسم مصر والكورة المصرية خلينا نكلم بكل أمانة السوشيال ميديا و دايما يقول لك الترند دايما موضوع الترند واخد من خلال السوشيال ميديا بياخد و أول ما تسمع كلمة الترند ده تقول يا لا ده ترند ده الراجل عامل حاجة سلبية عشان يتكلم عليها و عشان يعمل فرقعة و عشان الناس تخش وا 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 احنا ان شاء الله هنا في المحترف في الدور المصري هنعمل ترند إيجابي ترند بطرح القضايا زي ما قلت لحضراتكم و هنبدأ من مباراة النادي الأهلي والزمالي هنتكلم فنيا زي ما قلت لحضراتكم ولكن الأهم المسئولية الكبرى التي تقع على عاطق القطبين سواء على المستوى الإداري على المستوى الفني و على مستوى الجماهير على مستوى الإداري مجلس الإدارة لازم تحترم هذا اللقاء بشدة و يكون تنافس قروي بشكل يلق باسم الناديين و باسم مصر على مستوى الإدارة الفنية هي مباراة مبرزة ما بين إدارة فنية في النادي الأهلي و النادي الزمالي بيحترموا بعض بشكل جيد جدا و نفسه يحصل حاجة جماعة زي كده ما بنشوف قبل المباراة الأجهزة الفنية بتسلم على بعض و اللاعبين بيسلموا على بعض واجب جدا جدا كمان أن يكون بعد المباراة هذه اللقطة أنا دايما بتكلم على الصور التي بتدي رسائل للجماهير لأن دور الجماهير مهم جدا جدا كلمت على الإدارة كلمت على الإدارة الفنية كمان على مستوى اللاعبين عندنا ثقة في لعبتنا كبيرة جدا عندنا ثقة في فريق النادي الأهلي أنه سيظهر بمستوى حضاري أنا بتكلم بعيد عن الفنيات ده مهم جدا أنه كمان اللاعبين داخل الملعب يظهروا بصورة جيدة بصورة الفير بلاي حارب على كورتك وحارب لفرقتك واشتغل فنيا زي ما أنت عايز ولكن بيبقى فيه صور معينة ولقطات معينة حتى بتنعكس على مرضود الجماهير يعني ما نلاقيش لعيب على مستوى أنه يعني الإصابات يعني على مستوى الالتحامات على مستوى التنافس خارج إطار قرة القدم على مستوى الاحتجاجات على مستوى يعني فيه مستوىات كثيرة جدا بتبع الصور يا إما إيجابية وإما سلبية اللاعبين داخل الملعب بيلعبوا بشكل فني يعني كما يليح ليهم وكما وضع المدير الفني الخطة لكن مهم جدا الروح الرياضية داخل الملعب من جانب اللاعبين اللي بتنعكس بشكل كمان أكتر من رائع على مستوى الجماهير مطلوب من الجماهير سواء جماهير النادي الأهلي والنادي الزمالك إنهم احتفال دربي كبير جدا جدا وبيرجعني زاكرة الورى لما بفتكر الأجواء لمباريات النادي الأهلي والزمالك أيام ما أنا كنت بلعب يعني برجع للتمانينات والصورة الحلوة ودايما عندنا صورة جميلة جدا جدا يا ريد يعني أنا مش عارف لغاية دلوقتي ما بتظهرش ليه في السوشيال ميديا صورة الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن حسن شحاته وهو ما بيروحوا يحيوا الجمهور النادي الأهلي وجمهور النادي الزمالك للأسف في السوشيال ميديا الإثارة والغضب ويعني حاجات كتيرة جدا بعيد عن ما أنا بتكلم فيه من الواجب علينا إن احنا نشتغل ده الجماهير عليها دور كبير جدا جدا شجع فرقيتك زي ما انت عايز بصوت عالي بشكل أكثر من رائع بدخلات دابة ولكن على مستوى الالتزام واحترام المنافس مهم جدا الكلام ده شجع فرقيتك بس شجع فرقيتك بس وعلى مستوى المنافس كل الاحترام من جانب جماهير النادي الأهلي للنادي الزمالك ومن جانب جماهير النادي الزمالك للنادي الأهلي أنا بتكلم معلش في دوت لإن ده مهم جدا يا جماعة زي ما بقول لحضراتكو احنا عايزين خطوة لقدام عايزين دايما خطوة للأفضل مش عايزين دايما يبقى احنا مهتمين قوي ومركزين قوي مع كل ما يسيء للكرة المصرية مع كل ما يسيء لسمعة الكرة والرياضة المصرية ده مهم جدا ان شاء الله نشوفه في مباراة بكرة بإذن الله وعايزين كمان يعني ان شاء الله بإذن الله تكون الرسالة وصلت لكل الأطراف اللي كل بتكلم عليها